أهلا بكم في قناة اكتشف مصر هتكلم النهاردة عن مقولة بعنوان حتى أنت يا بروتوس نظر يوليوس قيصر في عيني صديقه بروتوس وقال له حتى أنت يا بروتوس فأجابه بروتوس إني أحبك لكني أحب روما أكتر فقال القيصر إذن فليموت قيصر هذا مثل شعبي يقال في كل أنحاء العالم حتى يومنا هذا وهو يدل على الخيانة من أقرب الناس قتل يوليوس قيصر في آخر حياته غدرا بالرغم من كل ما أنجز لشعبه وبلده ولكن الطمع والجشع وحب السلطة أدى إلى قيام المقربين إلى القيصر للتغطيط والاغتيال وحتى لا يتهم شخص واحد بقتل القيصر تم الاتفاق على أن يوجه كل واحد من قاتليه طعنة وكانت آخر طعنة تلقاها يوليوس قيصر من أحب أصدقاؤه إليه ومحل ثقة والشخص الأقرب إلى قلب قيصر هو بروتوس الذي قيل أنه كان ابنا له يعني إيه ابن لي يعني كان ابنا له بالتبني وكان أقرب واحد للقيصر هو بروتوس فقام كل واحد من أعضاء السيناتو الروماني بتعن القيصر ولكنه تماسك رغم قصرة التعنات التي تلقاها ويمشي حتى وقف أمام بروتوس ووضع يديه على كتف بروتوس حتى يحس أنه في أمان لأن زي ما أنا قلت كان بيعتبره ابن لي وكان أقرب واحد للقيصر ولكن بروتوس طعن القيصر بالخنجر فأحس القيصر بالإهانة ومات طعنا بالخنجر من أهم أصدقاؤه الذي كان يعتبره ابنا له ده اللي أنا كنت عايز النهاردة أحكيه وأتمنى أنه ينول إعجابكم وتشتركوا في القناة اللي تنسى ما اشتركش وتعملوا الشير ولايك السلام عليكم ورحمة الله اللي تنسى ما اشتركوا في القناة